والأول مرة في حياتي واقفة بغضب وقوة عكس الضعف والهزيمة اللي جوايا وانا بزعق وبقولها هو ايه؟ انت مبتزهقش؟ مبتزهقش من أم اللي استوانا دي؟ مش هنخلص منها ولا ايه؟ هو مفيش أم غيرك رب تولدها؟ عشان كل شوية تمنى علينا وتفكرينا وتقول انك ضيعت عمرك وشبابك وصحتك علينا هو انت بتزلين عشان رب تينا ولا ايه؟ ده الطبيعي على فكرة الطبيعي انك تربي ولادك هو ولا ده بقى شيء استثنائي وفريد من نوعه أمال كنت عايزة تعملي ايه لما جزك يدفعش ويسيبلك ثلاث بنات؟ ترميهم؟ ترميهم انت كمان وتروح تتجوزي؟ تتجوزي عائل من دور عيالك؟ زي ما هو عمل؟ محدش أقل لكم تخلفونا عشان تزلونا ما كنت ترمونا في أي ملجأ يمكن يكون أحن علينا منكم كانت وقفة مصدومة ومش عارفة تقول ايه؟ ما هأول مرة تشوفني في الحالة دي؟ وتسمع مني الكلام ده؟ بس ملاقتش منها غير رد فعل واحد قلم نزل على وشي ما هو ده العادي؟ مش أول مرة تمد ايديها علي ولا هتكون آخر مرة ده اسلوب حياة ربنا عليه أنا فرح سني عشرين سنة في كلية ألسن حقيقة عمري محبتها أنا كان نفسي أدخل كلية حقوق بس للأسف مش بقرطي دي كانت رغبة ماما ما هو كل حاجة في البيت بتمشي بأمر ماما ما هي الراجل وهي ست هي اللي بتقوم بدور الأب اللي زهق وهرب من المسئولية وقرر يعيش بسياسة أنا ومن بعد الطفان أنا أكبر إخوتي زينة وعزة كبرت على إن أمي هي كل حاجة في حياتنا هي اللي بتقوم بكل حاجة ما كان أنا وإخوتي النفذ اللي بتقوله بس آلات آلات بجهاز تحكم موجود في إيديها على طول أنا عمري ما أنكرت اتعبها طول عمرها وهي شايلة الحمي لا كلت ولا زهقت ولا اشتكت ولا تعبد قامت بدور التربية والتعليم والتوجيه والمرأبة وده بقى أهم حاجة ما احنا بنات وزي ما بيقولوا يا مخلفة البنات هي شايلة الهم من الممات ماما عمرها ما طلبت من حد إنه يساعدها ولا سمحت أصلا لحد يساعدها أو حتى يشيل معاها الحمل شوية كنت لما شفها مكفية على شغل الترجمة اللي بتاخده من دور النشر عشان تزود دخلها واللي بسبب نظرها ضعف ويمكن راح وقولها هات يا ساعدك يا ماما كانت بترفض وتقولي ملكيش دعوة ركزي في دراستيكو بس وكت شوفها تقوم الفجر تخسل وتكنس وتطبخ عشان تنزل شغلها ولما ترجع يا دوب تسخلنا الأكل وتهيق لنا الجو للمذاكرة كانت بتصعب علي قوي أقول لها المفروض إن إحنا كمان نساعدك في حاجة البيت نقسمها علينا حرام كل حاجة إنت اللي تقومي بيها بنفسك كانت ترد وتقولي لأ شوفي نفسك أنت وخليكي في حالك وأهم حاجة عندي مذاكرتكم وبس ولما كنت شوفها جاية من شغلها وهي مش قادرة من التعب وتبقى نفسها تنام شوية ومع ذلك تقعد تذاكر إخواتي الصغيرين اللي هم واحدة في عدادي وواحدة في سنوي وأقول لها يا مامة دو الكبروا سيبيهم يعتمدوا على نفسهم تقولي أبداً طول ما أنا موجودة عمري ما هكل بيكم أنا لازم أوصلكم لبر الأمان أنا مش أسمح لحد يقول زينب ما عرفتش تربي كبرنا على قائمة ممنوعات ممنوع تلبسي ده وممنوع تأكلي ده وممنوع تشربي ولا تصحبي دي ولما كنت أسأل أو اعترد يتقالي هو كده وخلاص هو أنت عايزة أبوكي لما يرجع يقولي أني فشلت في تربيتكم يقولي أني معرفتش ربي لأ ده لا يمكن يحصل أبداً لازم يرجع ويشوفكم ويندم النسابكم في يوم من الأيام ولا عمري هسمح لحد أنه يقف ويقول هيا دي تربيت زينب عمري ما هسمح بكده لازم الكل يتشرف بيكم وأنا أتشرف بيكم قبل أي حد كنا زي العرائس الماريونت في إيديها لا لينا رأي ولا لينا نجود ويوم ما نتكلم ما نقولش غير حاضر وبس أي اعتراض غير مقبول لا يكون قصاده لستة من قائمة العقوبات والمحرمات لحد ما جبرنا وتعودنا على التواكل أننا نكون تابع للغير لا لينا رأي ولا شخصية اعتمدنا أنها موجودة وشيء لما كاننا كل شيء وما بتقولش لأ ولا بتقول تعبت بس للأسف ما عملتش حساب يوم زي النهاردة اليوم اللي هخرج فيه برا سجنها وده لما وليد زميلي أعجب بي وطلب إنه يقابل ماما ولإني ما بكلمش حد نهائي أخذ رقم الموبايل عشان يكلمه هو بنفسه ويحدد معها معاد وليد كان إنسان من برا تتمنى أي بنت إنما أنا آخر واحدة ممكن توافق عليه للأسف وليد عجبه شخصيتي المطموصة ألفع على الباله حلوة لقطة المغمضة اللي هربيها على إيدي وتكون توعي ما يعرفش إن جواي أسد أسد محبوسه لو خرج هيئذي أي حد ومش هيفرق معاه مانا صحيح متعودة على كده من أي حد قريب مني سواء قريبي أو أصحابي كانوا يمدحوا دايما في تربية ماما وإن تربيتها مفيش منها اتنين حتى وليد كان بيقولها أنا حييكي على حسن تربيتك لبناتك بنتك أخلاق مفيش من بعدها أنا واصق واصق لما نتجوز هتكون إنسانة متيعة غير بنات اليومين دول بتوع الحرية والمسواة ورأي أصد رأيك ردوا أهل وقالوا يا زينما ربتي يا مادم زينب أصل وليد بصراحة طبعه صعب شوية واللي هتكون مراته لازم تكون متيعة عشان تقدر تمتص غضبه لو قال لها موتي لازم تموت وتسمع كلامه دحكت من جوايا وقلت يا لسخرية القدر ضعفي بقى مطمع للجميع ماما وفقت عليه لأن بالنسبة لها عليش لقطة مايتعيبش موعد في الجامعة وأهله أغنية وعنده شقة وعربية هتحتاج إيه تاني ده نبوس إيدي وشه ودهر وكالعادة من غير ما تفكر تاخد رأيي قالت موافقة صدمتني قلت ياه هو أنا رخيصة قوي كده في نظرك يا أمي قمت والأول مرة زعقت وقلت بس أنا مش موافقة حالة صمت من الجميع وليد قام واخد أهله استأزنه وأنا بصت لها بتحدي وكت لسه أخرج سمعتها بتقولي إيه اللي انت عملتي ده؟ ده جزات تربيتي فيكي؟ ردت عليها وقلت لها إعلاقة تربيتك بقرارات حياتنا انت ليه عايزانا ندفع حق تربيتك لينا؟ ده واجب عليكي ليه منتظر مننا نرد جميلك علينا؟ ليه شايفة لما ربتينا وما تجوزتيش أن ده فضل كبير منك ولازم يقابله نفس التضحية وهي أننا نكمل الباقي من عمرنا نرد جميلك علينا هو مفروض أرد جميل أنك ربتيني؟ أن برك مش أنك تضيعيني وتدمري حياتي لمجرد أن وجهة نظرك هي اللي صحة كنت بتكلم وكنت بقصور وحسة أن جيه وقت المواجهة ورفض التسلقط والتمرد أنا حق أختار وعيش التجربة بنفسي وأغلط وأتعلم من غلطي أقع وأرجع أقف من تاني كملت وأنا بعيد وقلت لها عايزاكي جنبي تدعميني وتقويني تكوني دهري مش أنت اللي تكسريني قالت لي يعني إيه؟ قلت لها يعني أنا مش هتجوز وليد قالت لي يعني إنت هتعسي أمري؟ هتكسري كلمتي؟ والله اكبرت يا ست فرح وعرفت تقولي لي لأ وتقفي قدامي وحسك يعلى علي وتتحديني بالشكل ده هاي دي المكافأة اللي بتدهالي بعد ما ضيعت ظهرت شبابي مع باباكي المستهتر الفاشل اللي سابكم وراح جري ورا نزواته وشهواته وانسيكم وسقاطكم من حساباته بقى بعد شقاية وتعبدة كله تكون النتيجة دي أحصد مر قلت لها بقوة مزيفة بحاول أبينها انت اللي اخترت بابا وما طلعش الشخص المثالي في وجهة نظرك يبقى لازم تتحملي نتيجة اختيارك انما انا عايزانا ادفع لي الفاتورة وحاسب مرتين مرة على علاقة فشلة ومرة على تضحية كدابة للأسف يا ماما انت اللي ظلمتينا انت اللي طول عمرك بتمني علينا بوجودك معانا انت محسسان انك غريبة ومستنية أجر على تربيتك لينا الأم وعمرها ما تستنى من ولادها أجر انت بسلطتك علينا خلتينا مطمع للنفوس المريضة انت لو أمي يهمها مصلحة بنتها كنت انت بنفسك تقولي لأ على وليد انت بنفسك تشوفي اني استحق شخصة أفضل منه بكتير كنت ترد تقولي له روح خضلك حد تاني يستحمل طبعك الصعب غير بنت قلبي فجأة لقيتها سرخت وتكلمت بوجع ودموع وقالت يا يا فرح كل داش علاجه واكي انت قمت اجبرت كده وكملت بيأس وقالت تعرفي انك عندك حق في كل الكلمة قلتيها يظهر في رحلة التحدي اللي بيني وبين نفسي وبين بباقي نسيتكم فعلا نسيت اني ليكم حق واجعي وإهانة كرمتي خلوني أدفعكم انتو التمن في حاجة ملكو الزنب فيها يمكن يكون من غير قصد بس ما الحوقة يا بنتي رب ضراته النافعة لقيتها أخدتني في خضنها وبستني من خدي مكان ما ضربتني وقالتلي سامحين يا بنتي تعرفي ان القلم ده أنا اللي كنت محتاجاه تعرفي يا فرح انت النهار ده ديتيني درس لو كنت فضلت عمري على عمري ما كنتش تعلمته والحمد لله اني فوقت قبل فوات القوان ومن يومها من يومها وماما تغيرت معانا 180 درجة رفضت وليد وقالت له بنتي جوهرة وتستاهل راجل يصنها مش يستقوى عليها ويقول لها لو طلبت منك تموتي تموتي ومن اليوم ده واتغيرت حياتي نهائي وبقت قلبي ازاي ما أنا عايزة مدام براعي حدود الله وبتقي ربنا وحبت الصلاة عشان أكون قريبة من ربنا بحب مش عشان خايفة من ماما لا تزعقلي ولا تضربني وبقت بحفظ الكرآن عشان هو ملجأي الوحيد مش عشان ماما عايزة نحفظه بقيت أساعدها في كل حاجة أنا وإخواتي وماما عرفت إن المسئولية إن كل واحد يعرف حقوقه وواجباته والعدل ليه كفتين ومش كفة واحدة ماما تعلمت من غلطها وعرفت إنها شالت أكتر من طاقتها وظلمت نفسها وتنزلت عن حقوقها وفي المقابل محدش هيقول لها شكرا ولا عاش يا وحش بالعكس ده الحملة هيزيد عليها لأنه بقى شيء مسلم به إحنا تخرجنا وتعلمنا يعني إيه تكون المسئولية ويعني إيه تكون مسئول عن نفسك أولا ثم مسئول عن الآخرين وإنك جزء من الكل وعرفنا إن الحياة قرار والحب قرار والسعادة قرار والتعاسى برضو قرار والقرار مسئولية وإنت وحدك اللي مسئول عنده مش أي حد تاني وجيه وقت وجيه وقت إن إحنا نرد الجميل لست الكل ونعبالها عن حبنا ولو بشيء بسيط وملقي نشغل إن إحنا نعمل مسابقة للأم المسالية اللي فازت بيها أمي وعنجة دورة ماما أول ما سمعت كانت طايرة من الفرح أخدتني في خضنها وهي بتعيت وقالت أنت أعظم هدية من ربنا لي أنا دلوقتي اتطمنت عليكم وعرفت إن يوم ما يحصل لي حاجة محدش هيستضعفكم ولا يقول عليكم بناتهم مكسورين الجناح بالعكس أنتوا أقوية وغالين قوي أنا خلصت حكايتي وعايز أقول لكم أوعى تفتكر إنك لما تيجي على نفسك دي شطارة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت